السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت العيد بمقادير مظبوطة بازن الله هيعجبكو جدا. هنعملو النهاردة فانيليا وشوكولاتة. شايفين قد ايه? الشوكولاتة طحفة وهشو جميل. وكمان العجينة بتاعته ما شاء الله تتاكل ناية. شايفين مظبوطة ازاي? وكلها سوى واحد ومقاس واحد. يلا بقى بينا ندخل على على المقادير ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. معانا كلو دقيق معانا كباية ونص سمنة معانا كبايتين سكر. معانا ربع كباية لبن. معانا اربع بضات. معانا تلات معالق آآ كاكاو بودر. عشان انا هعمله بالشوكولاتة وبالفانيليا. تمام? آآ بجد الوصفة دي جميلة. انا عملته معاكو السنة اللي فاتت بالبرتقان فقلت اعمله معاكو فانيليا وشوكولاتة السنة دي. اول حاجة هنعملها هنضرب الدقيق السوري السكر مع السمنة. وهنركن الدقيق على جنب. تمام? هننزل كده بالسمنة. سواء سمنة بلدي او نباتي. على حسب ما تحبيه. على حسب امكانياتك. هنزل كده بالسكر. تمام? هبتدي اقلب السكر مع السمنة كويس قوي قبل ما استخدم المضرب الكهرباء. على اساس السكر ميت بحتر شوي بهدلي الدنيا. لازم الخطوة دي مهمة قوي ان انا ادمج السكر مع السمنة كويس قوي. تمام? كده بعد ما قلبتهم مع بعضها هبتدي اضربهم بالمضرب الكهربائي. آآ شايفين هو الوقت لسا لونهم غامي. انا هفضل اضربهم. آآ او اخلطهم لغاية ما يدوني لون كريمي. لون فاتح كده ويدوني قوام كريمي. الخطوة دي مهمة جدا. والسكر لازم يكون بودر معانا. لو عندك سكر ناعم ممكن تستخدميه. لو السكر عند الكيشن لازم تطحنيه ويكون بودر. تمام? آآ لازم اضربه كويس مع بعض. لو ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي بس هياخد منك مجهود شوية المضرب اليدوي. تمام? خلاص كده انا ضربتهم حلو. هبتدي انزل بقى بالبيض. بالاربع بضاط. تمام? ومعانا معلقة فانيليا اللي هي السايبة. اللي لو عندك بودر برضو عايزي على حسب اللي متوفر عندك. هبتدي برضو قدمك كده البيض مع الخليط اللي معاية. من الغاية ما البيض يختفي تماما. طبعا انا لسه ما قلت لكمش النشادر هستخدمها ازاي? بس النشادر دي اخر مرحلة خالص. لان النشادر بتتفاعل وبتفور. فانا هبس بها الاخر مرحلة. خلاص انا كده خلطت الخليط وداني القوامل المطلوب. هبتدي كده اجيب الدقيق. طبعا الدقيق انا نخلاه وحط عليه زرة ملح ودي معلقة بيكنج بودر. مساح. لازم تكون مساح يا جماعة معلقة من اللي احنا بنكل بيها بس مساح. وزيها بالزبط هتبقى معلقة نشادر برضو مساح. تمام? هبتدي اقلب الدقيق بالبيكنج بودر. وانا كنت حط رشة ملح زي ما قلتلكم. ونخلط دقيق. لازم الدقيق يكون منخول. هنزل بقى بالدقيق كله كده دفع واحدة على الخليط اللي انا عملته. تمام? هبتدي اقلبه كويس قوي. الاول كده ادخل الدقيق في الخليط. آآ مع بعض. لو عندك عجان ممكن تستخدم العجان هيريحك كتير. ولو ما عندكيش عادي احنا طول عمرنا بنعملو بادينا وامهاتنا كانوا برضو بيعملوهم آآ باديهم. ما كانش فيها عجان ولا حاجة وكان بنكل احلى بسكوت. طبعا دي معلقة نشادر مساح هبتدي اقلبها على ربع كبات اللبن. زي ما قلتلكم كده النشادر بتتفاعل وبتفور. فلازم اعملها اخر خطوة. خلاص انا هبتدي بقى اقلب الخليط كله بايدي عشان اعجنه كويس. استمنا في الدقيقة دخلهم مع بعض. آآ وبعدين هبقى انزل عليهم بربع كبات اللبن. هقلتهم وارجعلكم. خلص انا كده خلطتهم مع بعض. هبتدي انزل بقى شايفين آآ ربع كبات اللبن. اضعفت ازاي? عشان النشادر اتفاعل معاها وفار. هبتدي انزل حتى بيعمل صوت كده هو نازل على العجين. هبتدي كده بقى قلبهم مع بعض. لغاية ما يدوني عجينة آآ ملمس هيكون كويس وما اجي امسكها بايدي. آآ تتشكل معايا بكل سهولة. شايفين اهو كده? ده الاختبار ده مهم جدا ان انت تمسك العجينة وتعملها كده بيدك وتلاقاها بتتشكل مش مفرولة. تبقى كده العجينة مزبوطة وما قادرها مزبوطة. هبتدي اخد جزء بقى من العجين واضف له الكاكاو البودر اللي باعينا عشان نعمل الجزء اللي بالشوكولاتة اللي قلتلكو عليه. اوكي? طبعا عايزة تعملي كمية كلها براحتك. بس زي ما قلتلك التغيير مطلوب. انا هنزل بس بمعلقتين. آآ لغاية ما شوف اللون معايا. آآ لو العجينة لونها فاتح ومحتاجة ازود لها كاكاو. هزود لو اديتني اللون المناسب خلاص مش محتاجة ازود خلاص مش هزود. تمام? اللي هضف لها بقى معلقة لبن على اساس آآ الكاكاو اللي احنا ضفنه ده ما يخليش العجينة جمدة معانا. ويديني نفس القوان بتاع العجين اللي هي الفانيليا. هبتدي ادمجهم مع بعض كويس. وارجع لكم. خلاص انا كده خلاص عملت الفانيليا وعملت الشوكولاتة. هنبتدي بقى نجيب المكنة. انا هعملهم في مكنة مش في آآ مش في كيس حلواني. بس كانت والدتي الله يرحمها قبل ما بنبتدي نشكل البسكوت كله. كانت دايما بتعمل اختبار للبسكوت عشان شوفوا هيفرش معها ولا لأ. هنجيب صنية وندهنها زيت ودي خطوة مهمة جدا جدا. موضوع الزيت ده عشان البسكوت ما يلزعش. لو آآ عندك ورق زبدة ممكن برضو تستخدمي ورق الزبدة برضو بيدي نتيجة حلوة قوي. تمام? شايفين العجينة قد ايه مظبوطة وجميلة? طبعا زي ما قلتلكم كانوا زمان لازم آآ نعمل الاختبار بتاع البسكوت ده عشان لو فرش نقدر نعالجه قبل ما نشكل الكمية كلها. تمام? يعني ممكن يكون محتاج معلقتين بايه زيادة. انا كده دخلت الفرن وعملت له الاقتبار ما شاء الله البسكوتة زي ما دخلتها زي ما طلعتها. شايفين? سواها تحفة. ما شاء الله. وشها زي ضهرها. ايه اغدى اللون الدهب التحفة وكمان ما ارمشة مش طرية. سامعين? بجد خطيرة. انا بقى هكمل بقى بقية الكمية وارجع ونعمل مع بعض الشوكولاتة. انا قلت برضى وريكم عجينة اللي هي بالكاكاو او بالشوكولاتة عاملة ازاي? شايفين? ما شاء الله عليها برضو مظبوطة جدا. تتاكل ناية بجد. ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العليا العظيم. بجد جميلة ومظبوطة. وولادنا كمان بيحبوها جدا. انا عندي الولاد بيفرحوا جدا. وانا بعمل البسكوت بيحبوا بقى يساعدوني بقى اللي بقى بيلف المكنة واللي بيحب يشكل. وكمان بيطلبوا مني دايما البسكوت اللي بالشوكولاتة ده بيعجبهم قوي. ايه وكمان انا عايز اقول لكم على معلومة مهمة او نصيحة. يعني دايما ما تعمل البسكوتة اعمل ليها وسط ما تعملهاش طويلة لان البسكوت الطويل بيتكسر. شايفين يا جماعة العجينة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله وقعت مني. وفرتها بكل سهولة ما تكسرتش ولا تهرت ولا اي حاجة. لان المقادير مظبوطة زي ما قلتلكم. بجد جربوها وان شاء الله هستنى تعليقاتكم وان شاء الله هتدعو لي. هو طبعا الكحك والبسكوت ليه طرق كتيرة جدا. احيانا بتزبط واحيانا ما بتزبطش بس بقى كتر التكرار بيعلمنا يعني. تمام? بجد العجينة جميلة جدا. انا بوريكو بس كده بعمل معاكو الصينية. قد ايه جميلة? ما شاء الله تتاكل ناية زي ما بقولكو. خلاص كده انا بس حبيت اوريكو العجينة زي ما بقولكو كده. خلاص انا هكمل الكمية الشوكولاتة والفانيليا. آآ وهوريكو. تمام انا كده خلصت خلاص الكمية هدخل بقى على على الفرن على طول. انا مسخنا الفرن. على درجة حرارة مية وستين. آآ هيقعد حوالي ربع ساعة لازم نتابعه كويس قوي. اول ما الجناب بتاعته تحمر. نطلعه على طول حتى لو فاتح من برا. شايفين سوى تحفة ازاي? بجد وشه زي ضهره خطير. شايفين? ما شاء الله تحفة. لازم تتابعه البسكوت كويس قوي عشان آآ بيتحرق بسرعة. فلازم تتابعيه. طب يقعدة جنب الفرن. ما ينفعش تسيبيه وتروحي في حتة تانية. شايفين كمان بسكوت الشوكولاتة تحفة ازاي? بجد قطير. بسكوت الشوكولاتة لازم تتابعيه كويس قوي في الفرن عشان ما يتحرقش منك. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكو. وزي عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو لنا لايك وشير وتشتركو في القناة وادفع علو الجرس باي باي.